مصطفى صاحب الريشة التي مرت بسلام على قماش أبيض هو من داعب الحياة ليثبت بأن فنه رسالة لن يحدها زمان ولا مكان أو حتى غطرسة نظام قام باعتقال إبداعات شبان أشبع قمعا ومحدودية أنا مصطفى طيفان من مدينة درعو من سوريا درست بكلية الفلون عن رغبة طبعا وعن قناعة عالية بس بصراحة شوية لما حسيت أنه خلاص هون أنا مملكتي هاي أنه رسم بأدواته البسيطة استطاع أن يعكس مرأة قلبه وبألوان ممزوجة بالكوابيس والآلام واصل صراع الماضي والحاضر ليبرهن لنفسه في بادئ الأمر أن الفنان الصغير سيكبر يوما ويعتلي قمة هرام الإبداع أحلامه وإلهامه لهما طابع خاص وإن كان يستمد شيئا منها وسط عائلته الدافئة إلا أن استشهاد أخيه شكل منعطفا حدا في أسلوب ريشته فأصبح يرى الألوان بشكل طغى عليه الحزن والأسى من متطلبات الفنان دائما أنه يكون موجود عنده مجال من الحرية ويكون صادق مع نفسه طبعا هذا الشيء مغيم بسوريا أنه صادق مع نفسك ما فيك معناته أنت حر ما فيك تعبر زيادة لازم تعبر عن شيء ومعجبناك كحكومة فهذا الشيء كان موجود بسوريا يمضي مصطفى في رسم المزيد من لوحاته رغم كل الظروف القاسية متفائلا بأمل قادم قد يتيح لزخم الصور المكنونة في عقله أن تنفجر بمعارض فنية في أرض الوطن بعد النصر والخلاص من الظلم والاستبداد الهيئة السورية للإعلام